طيب أستاذ محمد أنا إذا أريد أروح اليوم يقول لك أنتو عطيتوا القرار قلتوا تمليك الأراضي بس رجعتوا الطيتونة شروط تعجيزية وهذه الشروط إحنا يعني تنظيمية أنا أعتبرها هو ما يعتبرها تنظيمية لأنه هو لجأ لأن يسكن في مناطق زراعية دفع فلوس ومنهم طلعا هذا؟ منهم طلعا منهم؟ منهم طلعا يعني بالنهاية هو مصير مجهول يقول لك أنا مصيري مجهول أنا أريد أتملك أنت طلعت القرار لماذا جاءت فرضت علي شروط مرة ثانية؟ ممكن ما تشملني ممكن ما تشمل القرار وممكن كانت الحكومة ما شايفتني هزا راح تشوفني راح تخليني تحت المجهر يعني معناها مصيري راح يكون مجهول يعني أنا شكت ما أكون حكومة قوية وأنظم عملي الميداني راح يكون المواطن يزعل من عندي أنا راح المواطن أنا راعي على المواطن الحكومة تحافظ على المواطن تلقى لبديل تلقى لحل الحكومة مقبلة لمدن في خارج بغداد في أطراف بغداد الحكومة تتطلع بمدينة جديدة اسمها مدينة الصدر اللي هي تبعد عن صدر واحد وصدر اثنين والمعامل مسافة ليس ببعيدة هذه المدينة راح يسكنها ستين ألف وحدة سكنية ستين ألف فقير راح ينزل من تاريخ خمسة وعشرين إلى تاريخ ثلاثين يعني من الفين وخمسة وعشرين إلى الفين وثلاثين لأن مدينة شبيرة مو مجمع سكني سيد خمائل أقل فرق فمن نبني مدن حديثة حبناك كل وقت الحكومة ديقل عملية تقصيرها في موضوع ترك مشكلة الإسكان ما هي المدينة أو الحكومة من بعد الفين وثلاثة إلى حد الآن تعاقبت تراكمة موضوع الإسكان كتحدي كبير والبطالة كتحدي أكبر شون تحلها تبقى تسكت لو تبقى تصدر قرارات تدريجية حتى تقدر تحل أزمة السكنة لدى الحكومة العراقية اليوم مو فقط أمانة بغداد لدى الحكومة العراقية اليوم حلول الحل بموجود هذا القرار الحل الثاني بقرار آخر يصدر لتنظيم فعالية أخرى الحل الثالث بالمدن اللي طلعت خارج بغداد الحل الرابع بالاستثمار للميسورين الحال يعني اللي هو ميسور الحال موظف وعنده إمكانية أن يشتر بألف دولار بألف دولار شقق فموجودة الآن فرشة الاستثمار في أطراف بغداد وفي بغداد ممكن يريد لا فيقول لك عندي راتب جيد وعندي موقع اقتصادي جيد أيضا عندك حل بألفين دولار في داخل المدينة للمتر دا أتكلم وعليه أكو صندوق الإسكان ينطق ورور أكو هيئة الاستثمار وأكو بمحافظات العراق مدن جديدة الغزلاني وبالبصرة وهكذا وبواسط